صباح الخير مرة جديدة لكل ينضموا لمتابعة بقية فقرات دنيا يا دنيا وصلنا لمباشر مع زميلنا محمد أبو علوان اللي موجود الآن في الزرقاء لحتى يحكي لنا عن مشكلة بركة الببسي في رصيفيل والتي تشكل معضلة بيئية للمجاورين لها صباح الخير يا محمد نعم صباح النور إلي كل جميع السادة المتابعين في الحقيقة يعني هاي مش المرة الأولى اللي بنكون حاضرين وموجودين فيها في بركة الببسي حتى نحكي عن المشكلة الكبيرة وعن المعضلة البيئية والمشاكل البيئية الكبيرة في هذه المنطقة هذه المنطقة اللي تشكل مكرهة صحية بسبب هذه البركة اللي تتشكل بفعل المياه الآسنة ومياه الصرفة الصحية القادمة من لواء ماركا ومخيم حطين أيضا إضافة إلى مياه الأمطار التي تتشكل في هذه البركة طبعا هذه البركة يعاني أهالي هذه المنطقة وأهالي منطقة الفاخورة وإسكان الأمير هاشم منذ أكثر من أربعين عام من هذه البركة من الروائح الكريهة التي تنبعث منها من انتشار القوارض والحشرات والكلاب الضالة حولها في حقيقة الأمر أن رئيس الوزراء الدكتور عمر رزاز كان قد زار هذه البركة قبل عام ونصف من اليوم قبل عام ونصف من اليوم أوعد السكان القاطنين في هذه المنطقة بإيجاد حل سريع وجزري بمدة لا تتجاوز أسبوع لإيجاد حل هذه البركة وإنهاءها بشكل طبيعي إلا أن اليوم البركة ما زالت على حالها وما زالت بشكلها التي جاء عليها رئيس الوزراء ولم يتغير عليها شيء الأهالي هنا والمواطنين قالوا أن أمانة عمان الكبرى قامت بطمر بعض أجزاء البركة ولكن لم يتحسن شيء وهذا الأمر لم يكن له أي نتائج إيجابية على السكان وعلى المنطقة وهذا يعني أن المشكلة ما زالت موجودة وأن المشكلة ما زالت قائمة ولم يتغير أي شيء لغاية اللحظة اليوم يأمل المواطنون في هذه المنطقة وفي لوائر صيفة بالتحديد أن تنتهي هذه المشكلة وأن تنتهي المعاناة البيئية المستمرة لهم روائح كريهة تنبعث طوال الليل والنهار وتشكل لهم عائق صحي كبير طبعا هذه البركة أودت بحياة العديد من الأطفال في الأشهر والسنوات الماضية بسبب عمق هذه البركة والذي لا يفرق الأطفال بهذه الصورة الخضراء لا يفرق الأطفال على أنها هي عشب أو ماء معي أحد المواطنين الموجودين في هذه المنطقة للحديث عن هذه البركة ومشاكلها صباح الخير صباح الخير يسأل صباحك عمي يعني تحكينا إحنا أجينا قبل هون قبل عام تقريبا هون وعام ونصف هون وبعد زيارة رئيس الوزراء وقبل زيارة رئيس الوزراء أجينا هون والمشكلة ما زالت قائمة هل حصل شيء؟ هل عملت الأمان أو الكوادر المعنية على شيء بعد زيارة رئيس الوزراء؟ هل أوفت بوعودها؟ وما هي المشكلة اليوم؟ هل يعني بمكانها أم زادت؟ أم في حلول شايفينها؟ أنتوا كسكان المنطقة وكمتابعين هو الشيء السلام عليكم صباحك صباح الوطن الجميل والله إحنا من يوم ما أجل ساعة دولة عمر رزاز على المنطقة ومعا أمين عمان أجو على البركة وطمولنا إياها طم فالطراب وما زالت زي ما هي يعني ما فيها عليها أي شغل ولا أي مشروع الآن من أسبوع أسبوعين تقريبا أشتت الدنيا وهيها قدامكم خضرة خضرة هذه اليوم ولد صغير بفكرها أنه عشب طلع الولد على الفطبول يجري ولا هي مية لو هذا الولد راح ما لحقوه الناس كانها الحين صار في عنا كمان ضحايا فأحنا بالنشد الدولة بالنشد الحكومة بالنشد الأمانة بالنشد كل من له سلطة في هذه البركة أنه يعمل إجراءاته فيها زي ما وعدنا دولة الرزاز يكمل الواعد تبعه هل كان فيه شغل أو كان فيه عمل بعد زيارة الرزاز من الأمانة أو من الكوادب المعنية؟ بعد ما طمونا أجهز دولة الرزاز أعطى الإعاز واشتغلوا انقلبات بعدها ما حدش يجعليننا من مرة كدهش الفترة اللي يشتغلوها عمي؟ اشتغلوا تقريبا حركة شهرين هم يطموا وسحبوا المية الأولية سحبوا المية بعدها اختفوا ما حدش يجعليننا نهائيا وهي المية من أول شيء فالله أعلم شو يصير كمان شهر لأن الأمطار جاي والسيول جاي وهي المية لما بتتراكم بعد الطمام راح تطف علينا وراح تخش على البيوت شكرا عمي أيضا معاي مجموعة من المواطنين القاطنين في هذه المنطقة ومجاورين لبركة الببسي صباح الخير صباح النور يعني الوضع القائم الآن هل تغير عن الوضع قبل عام ونصف عند زيارة رئيس الوزراء؟ يعني اليوم احنا بنحكي بسبعة عشر شهر مضت على زيارة رئيس الوزراء والحال يبدو على ما هو على ما هو من يومة ما جاء الرزاز وأعاز بيقيمها قاموها وصاروا يجوا بعد شهر يقيموا شوي وهذا بعدين قطعت العمل فيها نهائيا والروائح انتشام ونحن قاعدين هسا واقفين انتشام الروائح والهاي كل يوم بعد ما قالوا نزل عطاءها مش شايفين أي عمل في هذه البركة لا من مسؤول ولا من حدا بزورها كانوا يجوا يقيموا هالميات وروحوا الآن شوف على محالها شكرا لك عمي أيضا معاي أحد المواطنين المجاوري لهذه المنطقة صباح الخير عمي يعطيك العافية يعني البركة على حالها ولا جديد يذكر لكن قديم يعاد نعم البركة زي ما هي ما في عليها أي تجديد من يوم ما كان جاء رئيس الوزراء عليها سحبوا شوية المي اللي فيها وطموا كم من قلاب وبعدها ما شفناه هذا جاية الكلاب الضال اللي الموجودة فيها هاي شو ما انتشاف قديش البركة فيها منسوب مياه وإحنا بفصل الشيطة بنخاف تفيد على الدور أو تفيد على الأولاد فإحنا بدنا ناشد الحكومة إنه تسرع في إنجاز البركة اللي وعدونا فيه لأنه بقدولنا بشهر 11 وبشهر 12 بننزل العطاء طبعا بعد العطاء بدو يكون حوالي أشهر عبل ما يدرسوا العطاء والتنفيذ متى يعني إذا بقولوا إنه هاي أكتر من هاي سنة وإشي البركة وهي على حالها فنرجو من الله إنه يكون العمل عليها قريب وعلى أساس إنه نشوف المتنزه اللي حكونا عنه ونشوف يعني البركة راحت ويكون في حال سبيلها إن شاء الله يعني إحنا نتأمل إنها فعلا كما وعدت الحكومة أن تتحول هذه المكبهة الصحية إلى حديقة تخدم المواطنين وتخدم معاي آخر أحد المواطنين أيضا في المنطقة صباح الخير يعني تحكينا شو المشكلة القائمة بالنسبة لكم كباركة بيبسي والله المشكلة في بركة البيبسي إنه الريحة والقوارض والأمور هاي كلها وللأسف بعد زيارة دولة رئيس الوزراء يعني ما كان فيه شغل إلا بشكل بسيط فللأسف حتى يعني أنا إمام المسجد المسجد بيت الله عز وجل بدلا ما تكون يعني ريحة طيبة ونظيفة الريحة بتوصل لبيت ربنا عز وجل فنتمنى حل هذه المشكلة وفيه مشكلة آخر أخرى يعني في جنب البركة مشكلة الكلاب الضالة يعني كثير من الناس ما بتقدر تيجي على المسجد من وراء مشكلة الكلاب الضالة حتى يعني أبناءنا بكونوا خايفين عليهم إنه يطلعوا لما يطلعوا المدارس منه شغلة الكلاب الضالة وهذه وفيه قوارض كثير يعني برضو منبثقة عن مشكلة البركة دقيق قوارض كثير في المنطقة شكرا إليك ويعطيك ألف عافية يعني اليوم وحال هذه البركة وصورة هذه البركة التي نراها في الصورة بطبيعة الحال اليوم يتساءل المواطنون في لواء الصيف يتساءل المواطنون في مناطق الفاخورة وإسكان الأمير هاشم ومنطقة اللسان والمناطق المجاورة لهذه البركة يتساءل المواطنون اليوم كيف لحكومة الدكتور عمر الرزاز أن تحقق مشروعا نهضويا في قادم الأيام وهي غير قادرة على الإفاء بوعدها في إنهاء هذه المشكلة مشكلة بركة البركة المتمثلة منذ 40 عام والتي تشكل مكرها صحية كبيرة ومشكلة بيئية مستدامة تضر في المواطنين وتضر بصحة المواطنين الروائح الموجودة اليوم التي تنبع طوال الليل والنهار تؤثر على صحة السكان هناك العديد من السكان راجعوا المستشفيات وراجعوا الأطباء بسبب هذه البركة وكما ذكرت أيضا سابقا أن هذه البركة أودت بحياة أكثر من أربع أو خمس أطفال على مدار السنوات الماضية هذه مشكلة تحتاج إلى بحث وهذه مشكلة تحتاج إلى حل سريع من الحكومة علنا اليوم في هذا التقرير وفي هذا المكان أن نذكر الحكومة بمسؤولياتها أن نذكر الحكومة بأنها جاءت إلى هذا المكان أن نذكرها بشيء اسمه بركة الببسي علها أن تقوم بالحل بأسرع وقت ممكن هذا كل ما لدي من بركة الببسي في لوائر صيفة في الزرقاء ننقل الكلمة إلى الزملاء في استوديو دنيا يا دنيا شكرا جزيلا زميلنا محمد وعلوان